وقبل ما يؤدب اللي اولى انك تقدبه قبل ابنك انك تقدب نفسك الاول لان انت لن تقدب ابنك الا اذا تقدبت نفسك فهمت فلابد تربي نفسك قبل ما تربي ابنك ده انت تربي نفسك قبل ما تتجوز اصلا علشان تعرف تكون بحق الزوجة فاللي مش متربي ما يصحش تجوز ولا يصح ان ينجب ليه لانه لو تزوج وغير متربي التربية اللي تعينه على تحمل اعباء الزواج ومشاكل الزوجية واللي تعينه على تحمل اعباء الاولاد يبقى بهذه الطريقة زواجه سبب لدخوله النار لانه هيجيب ناس يضيعهم ويجيب زوكا يعذبها بدلا ما يعملها معاملة كويسة ولذلك حاول انك انت تربي ابنائك يقولك الرسول صلى الله عليه وسلم ايه لعبه سبعا وقدبه سبعا وصاحبه سبعا ثم اترك الحبل على الغرب يعني السبع سنين الاولانية من سن الطفل ما تضربوش تلعب معاه وتلعبه وتكلمه وتضمه لقلبك وصدرك وتطبطب عليه وتديله مكافئات وتاخده معاك في صلاة الجمعة وفي المجالس العامة وتعلمه ازاي وجه الدنيا وتجيب له شوية ايه حلويات وشوية حاجات بيحبها ده في السبع سنين الاولانية عشان يحبك عشان لما يحبك يسمع كلامك بالتأديب بقى لان لو هو كرهك من الصغر وبتضربه من الصغر ييجي في سن سبع سنين اللي هو عايز تربيه فيها يبقى ما عندوش استعداد يسمع اي نصيحة منك يبقى انت نفرته من الاول بقى تهمت فتضيع عليك السبع سنين بتاعت التربية لانه ايه قاعد انت طول النهار تدي له ريماركس وملاحظات وهو كأنه اصمي مش عايز يسمع لانك انت كرهته فيك من الصغر اوعى كمان تكلم زوجتك اللي يا امه امام الطفل بطريقة تؤذيها لانه ده هو بيحب امه فيكره اللي يأذي امه وبعدين برضو اوعي الام تكلم الاب بصورة تؤذي الابن اللي هو برضو بيحب ابو بيحترمه فكل الحاجات دي كلها مهمة في السبع سنين الاولانية علاقتك بزوجتك تبقى محترمة وفيها ود امام الاطفال وكذلك الزوجة مع زوجها امام الاطفال ده تمهيد للسبع سنين التأديب بقى اللي انت حتقول له اعمل وما تعملش ساعتها يسمع كلامك عشان بيحبك ربيته السبع سنين ده بقى عنده 14 سنة صاحبه بقى يبقى صديقك ليه لان السن ده بيبتدي يتفتح على الدنيا وبيقابل ناس كتير فلو بقى صديقك عشان يواجهك بصراحة ويقول لك ده انا قابلت كذا وعملت كذا وشفت كذا ايه رأيك يا بابا كيانه بياخد رأي صاحبه فيبقى سره معاك بدلا ما يبقى سره مع صاحبه فيما شفت طريقة النبي في التربية جميلة فما تصاحبه ما يخبيش عليك ترجمة نانسي قنقر